الجملة الشرطية هي الـ F statement سيغة الجملة الشرطية نحن بنقوله F وبنكو سين جملة الشرط ثان بعد كده بنديله جملة جواب الشرط يعني F لو أن جملة الشرط اللي هو الشرط اللي انت عايزه لو يتحقق ثان بنكتب له بعد كده جملة جواب الشرط الشرط جملة الشرط هناها سيغة سينة جملة الشرط هي مقدار اول وبنحط . وبعدين اوات مقارنة وبعدين . وبعدين مقدار ثاني يبا مقدارين بقارنة بينهم هذه هي اصيغة الجملة الشرط اوات المقارنة هنا فعندها ستة اوات المقارنة greater than greater equal than less equal equal not equal greater than اكبر من greater equal اكبر من او ساوي أقل من less equal اا اقل من او ساوي equal يساوي not equal لا يساوي طب تعال نشوف مع بعض ازاي ماهو الكلام ده على البرنامج بتاعنا هميجي هيا نكتب له جملة بسيطة جدا هنقول له F D equal احنا عايزين بقى له D less than zero اعمل هي D اللي او اظهر من zero انا مش عايزه يكمل حل انا عايزه يعمل ايه يروح لجملة نهاية البرنامج احنا قلنا له F D less than zero هنجي نقول له than go to 10 يعني نروح لجملة عشرة نخلي جملة عشرة دي هي جملة نهاية البرنامج اخذ بالك معي بقى هنا ما بقنا ان احنا نرقم الجمل احتاجنا ان انا اقفز الى جملة معينة رح تمد الجملة دي ترقيمة ونجي نرقم الجمل برقم الجمل في العمود من واحد لخمسة اللي هو الجز اللي على شمال العمود الاخضر يبقى علمون العمود الاخضر بنكتب البرنامج على شمال العمود الاخضر بنكتب ارقام الجمل بس الجمل بس اللي احنا نحتاجين اليها يبقى الحاصل ان هو قلت له لو ان D اقل من zero ينزلش يكمل حساب وهو يبقلش بالترتيب جملة ورا جملة لما يقابل الجملة التعليم اقوم لو اديه للذين zero ذين جوت وعشرة اذا نذهب الى جملة عشرة يليس طب وإن طب لو ان دي تلعت صفر او اكتر من صفر هينزل يكمل برنامج عامة وخلاص الشرط متحققش فجواب الشرط مش هيتحقق مغام الشرط متحققش جواب الشرط مش هيتحقق مش هيروف لجملة عشرة امان هيعمل ايه هيكمل كتابة البرنامج فيه مثل ملحوظة بسيطة لما يكون جواب الشرط هي جملة goto مش لازم امان اكتب له ذن لما يكون جواب الشرط هي جملة goto مش لازم اكتب له ذن اقول جوتو على طول لو ان ايه جملة تانية مالها هقول له ذن اذا اعمل كذا لكن افتزك goto على طول الى جملة عشرة تعالوا مع بعض نحفظ مسألة بتاعتنا من قيمة project combine من قيمة project build من قيمة project execute هندي له القيم نفس القيم اللي فاتت واحد كمى واحد كمى ثلاثة واقف البرنامج على طول من غير ما يحسب ويدي error وده طبعا افضل من هو يديني error في البرنامج تعالوا مع بعض نرجع مرة تانية نشوف حاجة ان جملة الشرط مش دايما بتوب جملة واحدة ساعة بتوبة كذا جملة فده اللي هيحصل ان فيه صيغة عندي تانية لو ان جاء جملة جواب الشرط كذا جملة انهم هقول له اف وبعدين جملة الشرط وبعدين ذن وده انزل تحت اكتب جملة جواب الشرط كذا جملة كذا جملة وبعد ما اخلص منهم اكتب له اند افضل هنا نهاية ال f statement اللي احنا شرحناها دي اسمها اه 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 شرطية بس في اتجاه واحد بس يعني تعالوا نعمل حت دي تانية عشان نشوفها على البنان بتاعنا يعني هون بتاعنا داكن ممكن نعمله بصيرة تانية ازاي انه انقي تخريف ستحبا اف يعني اخد بالك معاذ اني هادا اقول له اف دي جينتر ايكوال زيرو ذن واجأ هنا كتاب له اند اف وانشن هناطع شرط عشر دي خلص تعني فاما دهول كيلا مع بعض انا هنا اقبته لوا دي جينتر ايكوال يعني لو دي اكبر من او تساوي زير يعمل ايه؟ ينزل يحسب كونة X1 و يحسب كونة X2 و يكتب كونة X1 و X2 و NdF يبقى لو الشرط دا تحقق ذن هينزل ينفذ الجمل دي لغاية ال NdF طيب لو الشرط دا تحقق مش هنفذ الجمل دي وهينزل لأول جملة بعد ال NdF اللي نهاية الجمل الشرطي تعالوا مع الضغط اللي نحفذنا المسألة نعمل Compile و نعمل Build و نعمل Execute هنلاقي ندي نفس المسألة اللي فاتت اللي هي واحد و واحد و تلاتة هنلاقي برضو البرنامج واقف طب تعالوا ندي المسألة اللي هي كتشغالة بتاعتنا بروشيكت على طول و تكسر و تخد بها مدهل ما عدلتش في البرنامج مش هغل البرنامج على طول لكن لو عدلت البرنامج يجب ان تعمل Compile مرة تانية و بلد مرة تانية انا هشغاله على طول و هديره القيام بتاعتنا القديمة بواحد و واحد و سالب اتناشر رح مديني X1 ب 3 و X2 ب 4 سالب اربعة يبقى هو حلل المسألة في حالة تكون الارقام بتاعتي او جزور بتاعت الحقيقية لكن لو جزورها التخيلية هينهي البرنامج بدون error